طالب عاملون في القطاع البحري الحكومة بسرعة إقرار القانون البحري الأردني الذي مضى على صدوره 48 سنة ولم يجري عليه أي تعديلات على الرغم من التطورات التي شهدها القطاع البحري وأوضح أن القانون البحري الأردني الذي صدر عام 1972 لا ينسجم مع القوانين الدولية والاتفاقيات العالمية ولا يخدم منظومة الموانئ الأردنية الجديدة وتنافسيتها إقليميا خاصة بعد توقيع الأردن لأكثر من عشرين اتفاقية ومعاهدة وبروتوكولا دوليا لا يتطرق إليها وطالبوا بالإفراج عن مسودة مشروع القانون البحري الجديد الذي تمت صياغته في عام 2013 بما ينسجم مع كافة القوانين البحرية العالمية والاتفاقيات الدولية وبما يساعد في تنظيم وتطوير القطاع البحري في الأردن وفقا للمعايير الدولية حيث ما زال في أدراج ديوان التشريع والرأي منظومة الموانئ تغيرت القانون التجارة الحالي يتحدث عن مؤسسة الموانئ دائرة الموانئ الميناء الآن أصبح فيه عندنا الهيئة البحرية الأردنية أصبح فيه عندنا مشغلين لم يتطرق القانون الحالي إلى الحجز التحفظي على السفن السفينة تعتبر من الأموال المنقولة ولا يجوز أن تحجز تحفظيا لأي ديون غير بحرية على المستوى الدولي الأردن وقع على أكثر من 35 اتفاقية وبرتوكول دولي لم يتطرق القانون التجارة الحالي لأي من هذه المعاهدات الدولية من 2013 إلى 2020 صار كذلك تغيرات كثيرة فلازم القانون حتى الآن يعاد لكي يتم دراسته بحيث أنه يكون في علي تقييم من الخبراء القانونيين وخبراء بحريين بحيث أنه يتم سياخته بالشكل المطلوب